المقاومة التي ننتجها لها حاليا كمرحلة أولية هي مقاومة لضرب كل المصالح الأجنبية في الجزائر لا تبقى شركة أجنبية فرع لشركة أجنبية يستغل حبة بصل في الجزائر إطار النظام هذا دون إراقة الدماغ فقط يعني أي شركة أضربوا المصالح انتحها أضربوا بايف انتحها أحرقوا لها الماطريال الدنو غير الماطريال ما الدنوش الدموية ما نخليه حتى شاية نخلقوا ملاخ في الجزائر حتى شركة أجنبية تربح عن دولار ونشوفوا وشدير التفون وبقرة الأركان ويدكم جمعة الشياب اللي نورمان موران في ميزون دوركريت اللي شفناهم يوم القاسم هاي المقاومة الحقيقية ضرب مصالح الشركات الأجنبية في الجزائر ونعودها ضرب مصالح الشركات الأجنبية في الجزائر ضرب مصالح الشركات الأجنبية مهما تكون الجنسية تاحها يجب ان تدرب مصالح الشركات الأجنبية تحتاج الناسية تحضير التفونيات تحتاج إلى مصالح الشركات الأجنبية ونعودها وهذه لديها هدفين أولا إخلاء الجزائر من الشركات الأجنبية في الحالة هذه حتى ولا كين عمل يدعو الشركات الوطنية ما نضربوش مصالح الشركات الوطنية نضربو مصالح الشركات الأجنبية وكل شركة وطنية تعمل لحساب الشركات الأجنبية نضربو بالوطنية بالأجنبية نضربوش مصالح الشركات الأجنبية نضربوش مصالح الشركات الأجنبية أنا نضربوش مصالح الشركات الأجنبية كيف يدكوك في الحبس هذه الصوت السياسي تاك كيف يسمعوا الشعب؟ السياسي تدور انتاعه أنه يكون عنده صوت والشعب يسمعون في دل طغماء استعمارية وتحب الصوت انتاعك يسمع لأنه نحن جزائريين محتاجين الصوت انتاعك انتاعك السياسي اخرج برا لكي تقدر تهضر المكسيمو من تاع الوقت ونحن الشعب نسمعوك المكسيمو من تاع الوقت لكن كي تلعبها رجلها وتشرك فمك هما قدامك عندهم العسكر والسلاح والمخابرات والشرطة والضرك والبومبية والحرص البلادي ويحطق في الحبس الصوت انتاعك أخمي والشعب محتاج للصوت انتاع السياسي انا كي ناس يقول لنا كده وكده 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 بالكده وكده ولكن ايضا يجح الى درجة أنه يدخل الغار السباح ويلعب معاه مع كل احترامتي سيبا عن بوليتيك شو ديزولي عن بوليتيك سيطان بورتر ديدي حامل الفكر حاكم النظرية لازم يخرج بها بها الشعب يشوفها ما يقعدش عند العدو في طارو ويبينها موسى names يكون غاوان في العدو ومحمد عاد في المدينة spaceship يمسون في قريش وللم غيرون یفوك الشعب يفهم هل اريد للحد سيء السيء أنها يشل يатыllo الذي يكون هفوام ي Burgس 速د لهيه في كل يغمان أنا لوح الباح الأخير هaient ذلك ين لوحين لا تريد أج Juda إنه مولا جهد عالمغرب إذا فكم في الطريقة النار والسياس غير كهيراك يحتاج الإنرية يجبون بجنود أقل في существ ، Lí hotter ما يجب أن يكون هناك ترازونات نزيه مع القضية عادية أنا لم أجمع الدراعة من تحتها واحد بأي صفة من الصيفات قضية إعادة الدتونين ستكون أمر شخصي من المجتمع الجزائري إن سنتشعرنا على ما سنسع جديد أعوذ أخبرنا بأي أخبرنا مع أن المجتمع الجزائre فإن أخبرنا بإعادة الدوري لا يجب أن نجتمع دراعة من الفصل لا يجب أن نجتمع الدراعة وهناك ترقصة بإنجاز إعادة الدرس أتركوا في المعينة توسط أبجيكتف يعني حد هدف الحرب وهدف التوراة من بعد حسب الهدف نعيد لإمكانياتها تجربة أتو للزرجرية حداري حداري من فتنة التفريق حداري من فتنة التفريق حداري من فتنة التفريق هذا النظام دركاء يحاول سيلعبها أطربه يعني رح يفهم منطقة القابيل باللي فكرة الاستقلال رح تجيب من عندهم والمطلب من عندهم وهو سياسيا سوف يحاول أنه يتجاوب على الموضوع هذا لكن الفكرة أصلا جاية من عنده هو ويحاول المنطقة القابيل لازم وحدة وطنية كما كانت تطورة الجزائر وحدة وطنية تطورة 2019 وحدة وطنية والجزائر يعني حاجة وحدة لا تقبل تقسيم ولا تجزيء ولا المفاوضة عن الوحدة الوطنية الاسبيون الجاسوسة هودا كما نقول توجد حاشة فرعون لأنه فرعون قد شيء عظيم لمصر وفرعون 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 كان إنسان عادل على كل حال هو ما كان شحاد مع بانو إسرائيل لكن المصريين كان عادل سيلا موحال الحكم الفرعوني ومن المصر ومن المصر ومن المصر الوحدة الوحدة هذه الإسلالة هذه العميلة غدا فرعون ضعر المنزل لأنها أخطر منه هذه متسلطة على أهم شيء تلكم ونرجي هذا يعني ما؟ ما نسمعه عن طريق الانفرمات وعندما يتحدث كل ما يوجد الانترنت